السلام عليكم ومرحبا بكم في مرة اخرى في القناة دائما الهم شمال جزبا ان شاء الله ستكونوا بخير والاخير ستكونوا فرحانين ستكونوا ناشتينز كل امور دي لكم جيدة و تمام عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات الموتسبعات الاغزلات وصفت لي ان شاء الله ستكون وصفة لعلاج الشاي مهما كانت الحدة دياله وانا عارف اكترات لي كيبقوا لي هاد نوعية دياله فيديو كيقول يتكلمين نعيشي بها در نعيشي قلنا تجربتك معا تجربة الناس لك تعرفي الوصفات اللي هم الحمد لله مضمونين مجربين فهدي مبيل الوصفة الناجحة مليون في المية وهي ماشي عبارة عن خلطة وانما وصفة عبارة عن محلول او سائل اللي غدي تطبقيه او ترشيه للشعر دياله كنت تخلصي من الشيب للنساء ولرجال وبدون حناطح طلب العديد من الاخوة والاخوات اللي تقولوا لي عملينا علاج الشاي بليكون انسفدوا منه احنا انسوا انسفدوا منه احتى الرجال بالنسبة للسيدات اللي تي هضروع لزوجي لهم على الاخ على الاب على العم على الخال يعني وصفتها كده انسفدوا منهم لنا كاملين فهذا الوصفة بين الوصفة الرائعة على الابنات وغتكون بوحد المكون كيما لاحطوا في الصورة المصغرة دياله في هاد الفيديو اللي هو القزبر او القزبرة فالقزبر لبنات حبوب ماشي القزبر بودرة وانما القزبر حبوب هاد القزبر هادا عند اقرب عشاب ولا عند اقرب عثار تمشيل عنده تقولي لي اعتك كمية ديال القزبار خمسة درام ثلاثة درام مغربية على حسب الرغبة ديالك في الكمية اللي غادي تسهلكي والكمية اللي غا تعجبك وتجي بي وتحتفظي بي هكدا يا تستخدمي في عدة وصفات انا هنا اخد منه كمية متوسطة باش هكدا نبقى نعمل بي عدة وصفات ما نعملوش غا مرة واحدة وانما نستخدمونش الله في عدة وصفات كتبوا لني الاسم ديال هاد القزبورة او القزبر في التعاليق اشنو كتقولولو من غير هاد الاسماء خصوصا في الدول العربية باش نستفدو جميعا بإذن الله باشنو اسم هاد العشبة في الدول العربية اللي انتوما فيها باش نستفدو جميعا بإذن الله ومنسبة لهاد القزبر ماشي اول مرة غا نخدم معكم بيه خدمت معكم بيه في عدة وصفات الحمد لله ولقى الاعجاب ديال العديد من الاخوات فشكرا لكم على المساندة ديالكم والدعم ديالكم الدائم وقبل ما مشو نتعرفوا المكونات الوصفة نبغي نرحب بيكم حبيباتي كاملين وكملات ونقول لكم شنو كتسنني او لا شنو كتسنني او لا شنو كتسنني او لا كانت مازالة جديدة فمرحبا بيكم كاملين بعدها واتنسوش تشاركو في القناة وتفعلو زي الجرس تخلي بنا تعليقاتكم اكتراحاتكم استفساراتكم لأراء ديالكم وكل ما كتعلق بيكم فخانة التعليقات ووحد اللايك كبيرة كبيرة حبيباتي ما تنسوهاش لي لهاد الفيديو باش هكذا تزيد وتعطوني واحد شحنة ايجابية باش نزيد نخدم ونشجع اكتر على المزيد من التقدم والعطاء والنجاح والاستمرارية كذلك ونبشوف الان باش نتعرفوا المكونات الوصفة كما قلنا غنحتاجوا القزبور او القزبورة حبوب غادي نحتاجوا في المكونات التانوية الى اعشاب وغنبدأ هنا يا بحبوب الشاي او لا بحبوب اتاي غادي ناخد معكم هناي حبوب اتاي المكركب اللي كنستخدم في البيت ديالي هدا حبوب اتاي كنستخدم بهم كننعمل بهم الشاي المغريبي فهم والي غنستخدم الناس اللي يتيقلوا ليفتع عليك واش ممكن استخدم حبوب اتاي شعرة فاكيد ممكن ولكن انا كنستخدم غير حبوب حبوب الشاي المكركب غادي نستخدم معكم ان شاء الله ورقة سيدنا موسى كمية منها فوائد يعني مزايا اولى فوائد ورقة سيدنا موسى لا تعد ولا تحصى او لا اوراق الغار كما يعرف عليها اكيد اكتبوا لنا الاسم ديالا احتية في الدول العربية من غير هاد جوجة الاسماء المشهورة هاد ورقة سيدنا موسى كما قلنا ورقة سيدنا موسى ورقة سيدنا موسى لبنات فوائدها لا تعد ولا تحصى وهي مفيدة في علاج الشيب وفي علاج التساقط وفي علاج الفرارات راقدمتها لكم في عدة وصفات الحمدلله غادي نحتاج مكون قوي 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 وفعال لعلاج الشيب كلكم كتعرفو اللي هو حبوب الحبة حبة البركة او للحبة السوداء هاد الحبوب هادي اللي بنا زوينا بزاف لعلاج الشيب مهما كانت الحدة ديالو فغادي تحتاجو هنيا كمية دياله الحبوب الحبوب السوداء غادي تحتاجي معايا ان شاء الله الى اخر مكون او لاخر عشبة اللي يحتاجي زوينا وفعالة بخصوص علاج الشيب وحتى الترطيب الشعر لانو بزاف النساء تقولولي راها بغينا وصفة قوية لعلاج الشيب ولكن في نفس الوقت تعالج لنا داك المشاكل ديال دوك المشاكل ديال الشعر منها ديك كمتا نقولو حنا يا شناتف ديال شعر منها شعر اللي كيكون واقف زعبة واقفة ما كتكون شنازلة لابدا كتكون واقفة فغادي نستخدمو كيراتين طبيعي واللي هو زرية الكتان بحكم موصفة اليومية عبارة عن محلول فغنستخدمو إن شاء الله زرية الكتان هدو هما المقادر فقط الحمد لله كتفيت لكم غير بمكونات بسيطة رخيصة محاجعنا في المسانوى الجميع وده من دزول طريقة التحضير بسم الله على بركة الله في كسرول غادي سوضعي العشبه إن شاء الله ونتم لكم حرية الإختيار ضفت تقريبا 500 مليلي للماء البارد يعني الماء العادي للروبين دابا غادي نحرك هاد المقادر بسم الله بعد ما حركنا هاد المقادر هادو غادي تاخدوا هاد الكسرول وصدعوه فوقنا رمهيلة لمدة ديال الناس كسوني المدة فالمدة غا تاخد لكم ما بين 4 ساعة 1-20 دقيقة أو 30 دقيقة ماكسيموم ومن بعد غادي دوزو لتصفية هاد المحلول هادي نعود لبنات احتل الرجال يعني وصفة لهم هي الجنسين معن كي ما أصدق لي وذكرت فكتاخدي هاد الكسرول هادي وكتفضعها فوق النار مهيلة المدة ديال ما بين 15 حتى العشرين دقيقة ومن بعد ما تخلي هاد العناسير يطلقوا الفعالية ديالهم واللون كي تبلي تغير حبيباتي ما كيبقاش لون ماء عادي كي يولي لون اللي هو بحل لون الشاي المغربي ديالنا عاد كتعرف الوصفة نجحة معاك لانو بزاف تنسات يقولوا لي كيفاش نعرف الوصفة رها ناجحة السر ديالك واسرارك باش تعرف اي وصفة طبيعية رها نجحة بالنسبة لهاد الوصفة كتخلي كل شي غلاحة كتحسي بانو هاد الاحشاب للقلفة عالية ديالهم و لون ديالهم يعني بحل لون الشاي المغربي ديالنا وانبعد تخلي المحلول يبرد و تزيل تصفية دياله هاد شي لغنعمل معاكم لان هاد تزيل تصفية دياله ولكن انتم ضروري ما تأكدوا من هاد الخطوة لذكرت شفويا لانو بدونها ما تنجحش الوصفة نهائيا دائما كنحاول نعطيكم اي حاجة غاتنجح لكم الوصفة و اي حاجة تقدر تسبب لكم في الفشل ديالها باش هكذا تكونوا مرتاحين وما تعدبوش على الخوة الخاوي كما تنقولو حنا يعني ضروري ما تعدبو على شي حاجة مفيدة ان شاء الله فده غاد تاخدوا معايا هنا يوحد الكوب الززاجي هكذا وغادي ندوز لتصفية هاد المحلول بسم الله وهذا هو المحلول كما قلنا بعد ما كتخليوه اغلى ما كيوليش لون ديال وغير هكا كيولي لون ديال الشاي المغربي وكيكون لون اللي هو قوي يعني لون برتقالي قوي يعني فعال جدا حتى من اللون كتحسو بها يعني غير ما تشوف كتحسو بانه الوصفرة فعال الحمدو الله لأنه لون هاد الوصفة كيكون كيما كنقولو غامق ماشي باهت فمن بعد ما كتحسلوا على هاداك المحلول كدوزو اضيفو في واحد البخاخ او في واحد رشاش يكون كبير بحال اللي عند الناس ديال الحلاقة والتجميل او الصالونات جميلية تكون عندهم واحد البخاخ او لا رشاش باش كيخدموا به فهدا كولي اللي كيجي الشكل ديال وبحال هكدا هم ثم فغادي نضيف هاد الكوب هادا في هاد بخاخ من بعد ما كتسبح يعني الوصفة بهذا الشكل هادا ما عليكم إلا ترشوها على الشعر ديال لكم كامل من الجذور للأطراف ومن بعد ما كتغمروا الشعر ديالكم بهذا المحلول لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال كتحاولوا تعملوا وحد المساج خفيف الشعر ديالكم بهذا الطريقة باش حتى الناس اللي ما كيتورش لهم الشعر ديالهم ان شاء الله هي واللي طوال ومن بعد عمليلي وحد البلاستيك الغذائي للشعر ديالك لأنه هاد الوقت ديال الفصل البرد وشتا ضروري ما تخليلي الشعر ديالك فهذا البلاستيك الغذائي باش تزيد تنجحي الوصفة وتزيد عطيك ان شاء الله فعالية أكبر بإذن الله ومن بعد كتغسلي الشعر ديالك من بعد ما كتمر ساعة وصحة ورحة كانت هذه الوصفة ديالياليوما تمنى أنهاتنا الإعجاب ديالكم بالمكوين الرئيسي واللي هو القزبر أو القزبرة هذا المكوين سحري سحري ومعجيز سبحان الله في علاج الشيب وفي علاج تساقط فنتمنى تدعموني باللايكات تشتركوا في القناة مرحبا بكم دائما كيل جديد تفعلوا زيل الجرس بختجوا الفيديو والقناة أيضا مع الناس لتعمل فائدة الجميع النساء إن شاء الله وجميع الرجال شكرا لكم ونشوفكم في فيديو قادم